بسم الله الله مصلي على سيدنا محمد وعلى ألي وصعب يا جماعي السلام عليكم الزولة الزفلة وإخواتي اخواتي في قناتكم حريرية إليانا إليانا قطول يوم أخواتي حبيت انشارك معكم هذه الوصفة السهلة والبسيطة والأهم كامل فيها أنها بكمية كبيرة كم شايفين درت لها هذا التزيين يعني للأطفال حبيك عرف الحاجة كيف ينشو العينيهم يكلوا بعينيهم مقبل فمهم وفيها كمية ما شاء الله يعني عمرت لي بوقت مونجي وهذه بالتحديد درت لكم بمناسبة الدوق والمدرسي يعني تعملوها بيوم والجمعة وأسبوع كامل وانتي يا مريحة كون يومي يجو في قهوة العشية ما ضليش تحوسي واش ندير لهم واش ما ندير لهم شو دايما كما قلت لكم بالجمعة سي يديروا حلوة كمية كبيرة بالأسبوع كامل داكم تخدموركم أمريحة هنا اول حاجة اديت خمس حبات بيضة ضفت لهم ملعقة فانيلا وضفت لهم كوب السكر سكر عادي وبعد نخلط جيدا بالباتور هنا ضفت لها ملعقة صغيرة نكات الليمون اذا ما عندك شنكات الليمون تقدس تعملي مبشور الليمون لزيز دو سيترون ولا مبشور بورتقال ونخلط جيدا المقادير لي معداش هذا الفوة الكهربائي تستعمل المضرب اليداوي لكن لازم تخلط ملاح يتخلط ملاح السكر مع البيض بعد ذلك نضيف لها كاس داع الزيت ونخلط جيدا حتى تنسجم المقادير وبعد نضيف لها ثنين ملاعق مارغارين يعني ملاعق كبيرة عينك ميزانك يعني ماشي حاجة يعني كبيرة ولا صغيرة ملاعق كبيرة عمرهم شوية فقط اذا ما عندك شنكام المارغارين في الدار ممكن تستغنائع لهم بصحة للاقل ملعقة يعني راح تضيف لها واحد القوة مختلف ونبعد نلموها بالفرينا اللي هو الدقيق كما راكم شيفين هنا يا زائد ثنين كيس خميرة كميائية عشرين غرام خميرة كميائية زوجباكيات تاع الخميرة ونخلطوه هنا اللي عندها نشاة تقدر تزيد حتى نسكوب تعنشا ثاني راح تعطي لها قوام شباب ونخلطوه جيدا حتى نتحصل على قوام كما تاع الطابع تعرفوا حلوة الطابع تكون نطرية ما تكون يابسة يعني كما القوام تاع حلوة الطابع هذا اللون لكم شايفين هنا في العجينة أصفره هي جاي ملاب باط اغم كما تعرفين باط اغم فيها الذوق واللون اللي عندها فقط لاغم تعلمون ثاني تقدر تستعمله ما كان حتى اشكل حتى نتحصلوا على هذا القوام ونخلطوه لكم القوام اللي وصلنا له هاهو لبنت كما حلوة الطابع انا اديت صينية سنية 30 على 40 سنتيمات قلت لكم كمية كبيرة ما شاء الله اه اقطعت هذا الورق قطع بابي كويسون قد نقول لكم على نستعمله هي تقدروا ما تستعمله بصح صراحة راح يعاونكم انا اديت هذه العجينة قسمتها على ثلاث قريات لاني محتاجة سلسط طبقات من العجينة عينك ميزان كم شايفين ما استعملت لا ميزان لا والو وبعد هنا اديت ورقة طهي هذك 30 على 40 اللي قسمتها على ذيك السنية وبواسطة هذا الحلال نحلوها على حجم الورقة 30 على 40 هتحاولونكم بزف هذه الورقة اه يعني ما كمش راحين تتعبوا اه في هذه الوصفة اذا استعملتوا ورق الطحي شوفوا هنا راني نصقم كامل الاطراف باش تجيني كامل مستوية حتى وان كانت للدار نسي نخدموه بان فيني ها هم هناي الاطراف كامل نخدموها معاك ها هذي الطبقة الاولى شوفوا محاولت اني نصقمها كامل بعد ذلك اه روح نجيب اه مربا المشمش لكم في تيور دابريكو اه ونسويها كامل هكذا على السطح نخلو واحد سنتيمتر على الاطراف نحاول اني نخلي واحد سنتيمتر على الاطراف باش كي ندخلو الفرن ميتحرقش اه تقدروا تستعملو اي نوع مربا عندكم المشمش عندكم تعادتين عندكم يعني اي نوع من المربا عندكم تقدروا تستعملوه بعد ذلك نجيب العادينة ثانية ونجيب ورقة واحد اخرى اللي هي 30 على 40 ورقة طهي ونعاود كذلك نسوي عليه هذيك العادينة ونشوفو هنا كيف شدرتها باش يعاوني انا شدتو يعني شوية خسرت لي في الاطراف صح عادي جدا يعني كل شي حيتغطى ونجيب الطبقة الثاليثة كذلك نعاود نصقمها هكذا كامل شدو الورقة شعال تعاون يعني مع العادينة يعني هذه الشيشة يعني فغيمو كما تستعملوش الورقة راح تعذبكم العادينة ونحن كذلك احطينا لكم فيديو ونبعد شوفو ادي هذه العجينة تعاوننا هكذا اذا شتو اي بلاصة هكا ولم بيسوها عادي عادي كما كاش مشكلة هذه هي البنات ما فيها والو يعني فيها شوية خدمة بالصح صراحة كمية كبيرة دخلتها في 180 دراجة كيت حمرت لي ملتحت شوفو من تحت كيف استطابت حمرتها من الفوق ونبعد الديت يعني هنا شوفو اديو زجعوا لبيا اما ذيك مينا يا اما امباسادور يا اما ماكسون اللي عندكم ذوبوها ملاعق فقط الزيت ونبعدلتها هكذا فقط يعني تقدروا اذا ما تحبوش شوكولة ولا اذا ما تحبوش ما عندكم شو شوكولة غير شوية على كونفيت يغضو رزل عليها شوية فقط هكذا كوفخات ولا انا شوفو هنا وليت لكم قطتها شوية كبير و بعد عودت الحبة قسمتها على زود يعني يدو زود سنتيمتر على خمسة راح فغيموا تخرج لكم كمية كبيرة علموا لاتكم ما كي يشربوا قهوة يدو حبة قاطو هذه من الاشياء اللي لازم نعلموها لوليداتنا هي مش يمريح بزاف القاطو يعني يشربوا معها حليب كاينة وثاني باش كل مرارة كان حقيقي مع كل قهوة راح يأوم ويشربوا يأكلوا بها حاجة ان شاء الله الوصفة تكون نالت اعجبكم اخوتاتي اذا اعجبكم هذا النوع تعالى لوصفات ما عليكم غير تقولوا لي دمتي متألقة حبيبتي جاء كنت لنا التلويت ان شاء الله موسيقى